موسيقى وصل وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في اجتماع الدول المصدرة للنفط أوبيك وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوفد العراقي يسعى لحث الأعضاء في المنظمة لاتخاذ قرارات تسهم برفع أرسعار النفط وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته في الآوينة الأخيرة وأضاف جهاد أن بغداد تسعى للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وعلى دول الأوبيك أخذوا القرارات الصائبة لاستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على حد تعبيره حذرت لجنة التطوير والأعمار في مجلس محافظة البصرة من توقف عدد من المشاريع الحيوية بسبب قرار وزارة التخطيط الذي ينص على إيقاف تنفيذ عدد من المشاريع التي تقل نسبة إنجازها عن 50% وقالت رئيس اللجنة زهر حمزة البجاري إن قرار إيقاف التنفيذ يعود للدائقة المالية التي يعاني منها العراق وفق تقرير الوزارة أضافت البجاري إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى إيقاف المشاريع الحيوية في المحافظة وأهمها إن شاء الطريق الجديد الذي يربط مدينة البصرة بقضاء الفاو كما أكدت أن مجلس المحافظة سيناقش قرار الوزارة في أول جلسة سيعقدها حصلت مؤسسة الخليج للاستثمار على مناقصة طرحتها الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين على عقد لتحويل الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية يتضمن هذا المشروع منصة بحرية على بعد 4 كم قبالة سواحل البحرين والذي سيقوم باستلام الغاز المسالي بالساعة 800 مليون قدم مكعب يوميا ومنصة لتحويله إلى حالته الغازية ووحدة أخرى مستقلة لإنتاج غاز النيتروجين وتبلغ مدة المشروع وتشغيله 20 عاما تبدأ من تاريخ اكتمال المشروع في منتصف العام 2018 أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن انطلاق الفعاليات أسبوع دبي الدولي للمجوهرات خلال الفترة الواقعة بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري ويتوقع اقتصاديون أن يزور هذه الفعالية التي تعد الكبرى للمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط عشرون الف زائر هذا ويستعد أصحاب شركات المجوهرات المحليين والإقليمين لعرض مجموعاتهم الجديدة وذلك استجابة للطلب المتزايد على المجوهرات والأحجار الكريمة والألماس واللؤلؤ والساعات أيضا في المنطقة وفي خبرنا الأخير صرحت تركيا اليوم عن عزمها استيراد الغاز السائل من قطر إن قامت روسيا بإيقاف توريده إلى تركيا وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان الأخيرة إلى قطر مزيد من التفاصيل في تقريرنا الآتي بعد التهديد الروسي لأنقرة بالعقوبات الاقتصادية التي ستفرضها عليها والتي بدأت بتنفيذ بعض بنودها عقب أسقاط الأخيرة المقاتلة الروسية أواخر الشهر المنصر لم تقف تركيا مكتوفة الأيدي بانتظار ما سيحل بها من خسائر مالية أو ضعف في واحدة من قوام بنيتها التحتية إلى وهي الغاز والتي تقوم باستيراد حصة الأسد للبلاد منه من روسيا الرئيس التركي رجب طيب أردغان عمل على تفادي بلاده كارثة قطع الغاز الروسي عن تركيا كلل زيارته الأخيرة إلى قطر وقيامه بمحادثات للاستثمار في مشروعات تخزين الغاز الطبيعي المسال بعد أن كانت هذه المحادثات مع نظره بوتين قبل أزمة إسقاط الطائرة المساندة الاقتصادية التي قدمتها قطر لتركيا جعلت الأخيرة تصرح بأنها هي من سيقلص إيرادتها من الغاز المسال من الدب الأبيض بمقدار الربع في العام القادم هذا ولن تعتمد تركيا فقط على سد حاجتها المستقبلية من الغاز المسال على قطر وذلك لاستهلاكها كميات كبيرة من الغاز وصلت إلى 45 مليار و200 مليون متر مكعب في العام الماضي وبهذا تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالميا بين الدول المستوردة للغاز فهل ستتمكن تركيا من قلب السحر على الساحر بإيجاد دول تصرف من خلالها منتجاتها كما استطاعت أن تسد ثخرة الغاز الروسي وماذا سيحل بهذا الغاز إن قطعت تركيا استيراده بشكل نهائي لا سيما أن الروسية تعاني أصلا من أزمة اقتصادية